موسيقى السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنوي موسيقى 58 قتيلا وأكثر من 500 جريح بهجوم في لاس فيغاس الأمريكية داعش يتبنى ومسؤولون أمريكيون يستبعدون موسيقى 15 شهيدا بتفجير انتحاري مزدوج في حي الميدان بي دماشق القوات العراقية المشتركة تحرر ناحية الرشاد وتواصل تقدمها في قضاء الحويد حكومة التوافق الفلسطينية في غزة والحمضة لا يؤكد أن قرار حماس خطوة مهمة وسيبنى عليها الكثير موسيقى مرحبا بكم ارتفعت حصيلة عملية إطلاق النار في لاس فيغاس إلى ثمانية وخمسين قتيلا ونحو خمسمائة جريح مسؤولان أمريكيان كبيران أكد عدم وجود أدلة حتى الآن على أن مطلق النار في لاس فيغاس مرتبط بأي جماعة دولية متشددة وقد أعلن داعش عبر وكالة أعماق التابع له مسؤوليته عن العملية وأشار إلى تحول المهاجم إلى الإسلام قبل عدة أشهر مسؤولاً أمريكي شكك في إعلان داعش وأوضح أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ستيفن بادوك مطلق النار لديه تاريخ من المشكلات النفسية حدث دامن شهدته ولاية لاس فيغاس حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلاً بالتوقيت المحلي لأمريكا إذ تحول مهرجان موسيقي في المدينة إلى مجزرة مجزرة حصيلتها عشرة القتل والجرحة تسبب بها مسلح أمريكي يدعى ستيفن بادوك يبلغ من العمر 64 عاماً عندما فتح النار من الطابق الثاني والثلاثين في أحد الفنادق باتجاه حج من رواد المهرجان هذه الصور تظهر مدى الرعب والهلع الذي لحق برواد المهرجان وهم يحاولون الاحتماء بينما يسمع صوت إطلاق نار عودنا إلى غرفنا وما إن وصلنا إلى الغرف من مكان الحفل حتى سمعنا أصوات إطلاق النار في البداية اعتقدنا أنه صوت ألعاب الناري الشرطة حاولت التدخل فوراً وأجلت مئات المواطنين الذين حاولوا الفرار خوفاً من الرصاص فجأة بدأ إطلاق النار جلست زوجتي على الأرض فقلت لها قف وبدأنا بالسير إلى جنيبنا كان هناك فتاة مصابة في وجهها وكانت تنزف لقد كان الأمر مخيفاً جداً ووفق قائد شرطة لاس بيغاس لا يعتقد أن المشتبه فيه بالهجوم على صلة بأي جماعات متشددة مشيراً إلى أنه أحد سكان المدينة وعلى خلفية الحادث أغلق العديد من الفنادق القريبة من موقع المهرجان وكذلك أغلقت أجزاء من جادة لاس بيغاس كما جرى أغلق مطار لاس بيغاس بضع ساعات وتحويل بعض الرحلات الجوية المتجهة إليه إلى مطارات أخرى بعد انتشار خبر الاعتداء قبل أن يعود المطار إلى استقبال الرحلات الجوية جزئياً يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترام بعد غد أربعاء إلى مدينة لاس بيغاس ترام دعا أهل المدينة إلى لقوف صفاً واحداً أوصف الجريمة بالشيطانية الليلة الماضية أطلق مسلحون النار على حفل موسيقي في لاس بيغاس وقتل أكثر من خمسين شخصاً وجرح العشرات الآخرين هذا عمل شيطاني بحت الـ FBI والوكالات الأمنية تعمل جنباً إلى جنب مع المحققين للتعزيز التحقيق معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين هناك منذر سليمان منذر على ماذا يتم الاعتماد في التحقيقات الآن؟ ماذا يوجد هذا اللغط أو التشقيق بخلفية منفذ هذا الهجوم؟ لأنه لا يوجد ملف قضائي أو أمني له حتى الآن والمداهمة التي تمت لمنزله تم إخلاء المساكن المحيطة بها وكان هناك مداهمة حذرة وتم استخدام شخص آلي في البداية للدخول إلى المنزل ولكن فيما بعد تبين أن هناك مزيد من البنادق ومزيد من الذخيرة في ذلك المنزل ولكن لا يوجد أي أدلة طبعاً لا يزال هناك البحث عن إمكانية أنه يملك أيضاً مكان آخر ويتم البحث فيه حتى أخوه شقيقه تم تصريح استصراحه ولم يكن هناك أي دلائل تشير على أنه لديه مواقف متطرفة أو لديه ارتباطات سياسية معينة ولكن بالطبع يبقى ملفت أن حتى موقف الرئيس ترامب نفسه وصفه بعمل شرير بحت أو عمل شيطاني بحت أو خالص ولكن لم تبرز كلمة الإرهاب أو الإرهاب المحلي عليه لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يأخذ هذه الصفة أم أنه بالفعل الأمر وفق المعطيات يبعد ذلك كيف يتم التعاطي مع تبني تنظيم داعش لهذا الهجوم؟ حتى الآن كل التصريحات للأف بي آي مكتب التحقيقات الفيدرالي والأجهزة الأمنية الأخرى تشير إلى أنه لا يوجد دلائل طبعا ويقولون بأن التحقيق جار وهناك صعوبة بأن يكون هناك صلة ولا يتم معرفة بعض المؤشرات عليها حتى الآن لذلك الملف مفتوح بالتأكيد ولكن التحقيق ينصب حول معرفة الدافع مسألة الدافع لا تزال هي الأساس هل أن هناك بالفعل مشكلات شخصية أو مشكلات صحية أو عقلية لهذا الرجل أو أن لديه ارتباطات حتى بمجموعات متطرفة داخلية في الولايات المتحدة من بعض المعلومات التي أيضا توفرت بأنه كان يزور هذا المكان بصورة مستمرة يضاف إلى ذلك أن هذا سيعيد إلى السجال بقطع النظر عن التوصيف له سيعيد السجال في الولايات المتحدة إلى موضوع اقتناء الأسلحة وموضوع القيود عليها لأنه هل من المعقول أن يمتلك شخص عشرة بنادق على الأقل ويأتي بهم إلى الفندق ولا يكون هناك بالتأكيد سيتم التحقيق في جانبين جانب امتلاك لهذا العدد الكبير من الأسلحة وجانب كيفية اختراقه أيضا لبعض الاحتياطات الأمنية الضرورية خاصة أنه كان في فندق ويمكن أن يكون هناك بعض الإجراءات التي تحول دون أن يمتلك شخص ربما يستطيع القدوم ببعض الأسلحة ولكن ليس بعشرة بنادق آلية وبذخيرة بهذا الشكل الذي تم هذا لافت في جانب اقتناء سلاح منذر بالسؤال إلى أي حد ممكن لترامب أن يلتقي مع باراك أوباما الذي رفع أو كان في ولايته يحاول أن يغير قانون حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية لأن لم نقل محاولة لإلغاءه ولكن تغيير أو وضع ضوابط له هل يمكن لترامب أن يلتقي مع أوباما الذي يحاول تغيير كل ما وقع عليه من اتفاقيات؟ للأسف المؤشرات الأولية لا تدل على ذلك وخاصة أن خطابه لأول مرة على فكرة هناك نوع من الإطراء لترامب بأن خطابه كان خطاب متمهل وكان أيضا يدعو إلى الوحدة وتنكيس الأعلام والحزن على الضحايا والتعاطف معهم وبالتالي لم يكن هناك في أي إشارة إلى قضايا خلافية داخل الولايات المتحدة ولكنه لم يذكر هذا الموضوع على الإطلاق معنى ذلك أنه لن يكون هناك جدية في البحث ولكن على مستوى الأحزاب الأخرى حزب الديمقراطي على مستوى أعضاء الكونغرس سيعود هذا السجال وسيبقى هذا السجال قائم بالفعل هذه مشكلة في غابة السلاح الأمريكية المقننة والتي يتوجب أن يتم وضع قيود عليها هذه أكبر مجزرة أو قتل جماعي بأسلحة لذئب منفرد إن كان على المستوى الإرهابي أو على المستوى الخلل العقلي وبالتالي لا بد من أن ينظر المجتمع الأمريكي والشعب الأمريكي ماليا في هذا الأمر وأن يتم متابعته بالطبع إذا كان هناك أي خيط لتدخل خارجي سيبقى هذا السجال ولكن سيخف ولكن إذا بقي بدون أي صلة خارجية سيكون هناك بالفعل تحرك شعبي واسع مطالب وضع قيود على مسألة امتلاك السلاح ووضع ضوابط أيضا على كيفية نقله وتحركه الذخيرة وعدد الذخيرة وطبيعة أنواع الأسلحة التي يمكن امتلاكها فرديا وقانونيا إذن هناك تدعيات عديدة ستأتي ما بعد هذا الهجوم منذر لكن إذا ما نظرنا لتدعيات المباشرة خصوصا على مدينة مثل لاس فيغاس بما تبلكه بطبيعة الحال من خصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لاس فيغاس هي ربما المدينة الثانية أو تكاد الأولى التنافس الأولى ديزني لاند في فلوريدا كمنطقة سياحية منطقة مهرجنات منطقة فنادق منطقة الكازينوهات وبالتالي هذا المهرجان الموسيقي للموسيقى المحلية الموسيقى الوطنية لمدة ثلاثة أيام وكان هناك حوالي عشرين ألف تقريبا ربما خلال فترة اطلاق النار كان العدد أقل ولكن هؤلاء الذين أتوا لحضور هذا المهرجان وبالتالي بالتأكيد سيكون هناك تدعيات سلبية على هذا الصرح السياحي الهام والأساسي في الولايات المتحدة وسيكون هناك اتخاذ تدبير وإجراءات أمنية ليس فقط في لاس فيغاس ولكن في أماكن أخرى يعني سيدرس البوليس بدقة الفترة الزمنية التي تم إطلاق الرصاص فيها والفترة التي تم إنهاء عملية إطلاق الرصاص طبعا قضى الفاعل على نفسه بإطلاق النار حسمت هذه النقطة ولكن الفترة الزمنية تتراوح منذر عذرا حسمت هذه النقطة يعني كيف تتراوح المسألة بين عشرة أو خمسة عشر دقيقة هناك فعلا عدة تقديرات وسيتم التدقيق في هذا الأمر لأنه كان هناك أعضاء من الشرطة بلباس غير رسمي متواجدين فقط كزائرين ولديهم القدرة على معرفة مكان إطلاق النار وكان هناك أمرا لافتا أن بعض رجال الشرطة هؤلاء ربما قد أنقذوا العديد لأن الناس لم تكن تدري من أين يأتي إطلاق الرصاص وهؤلاء استطاعوا معرفة بسرعة رغم أنه مئات طلقات أطلقت واستطاع أن يحمي بعض الناس ويوجههم بكيفية الهروب من هذا المكان إذن هذه الفترة الزمنية لبداية إطلاق النار إلى الفترة التي تم إنهاء هذا الهجوم المسلح أيضا ستخضع للتحقيق والتدقيق وأيضا إجراءات الفندق نفسه كيف يمكن لشخص أن يحق أن يملك مثل هذا السلاح ولا يتم خلال فترة ما خلال فترة تنظيف هذه الغرفة التي يقتنها وغيرها يعني هناك بعض الملابسات التي ستساعد في الإجلاء العديد من الجوانب طيب قبل الحادث وأيضا قبل فترة طويلة وأدعش إلى أن نتابع صور مباشرة من لاس فيغاس في الزاوية الأخرى من الشاشة بشكل سريع أسألك ترامب سيتجه بعد غدا إلى لاس فيغاس عادة يعني في مثل هكذا يعني حوادث يكون في تواجد أو يتجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي يمكن أن تقدمه مثل هكذا خطوة أو هذه الزيارة سوى ربما الجانب الرمزي أو المعنوي فعلا الولايات المتحدة تواجه كوارث كارثة طبيعية هو مضطر للسفر إلى بورتوريكو التي تجاهلها والوجهة الانتقادات كبيرة له بالطبع هو يدرك أنه لا بد أن يتعامل مع هذا الأمر بالتأكيد سيكون هناك بعض الجوانب الإيجابية بأنه لم يتجاهل هذه الحادثة ولكن مشكلة ترامب أنه في تغريداته أو في بعض المواقف التي يطلقها قد يؤدي ذلك إلى انتقادات بالتأكيد هي خطوة إيجابية ستكون على لاس فيغاس على الأهالي على الضحايا وعلى الأشخاص الذين فعلا قاموا بعمل جبار لمعالجة الجرحى ونقلهم والتعامل مع الوضع ولكن بالتأكيد ترامب سيبقى الرئيس المحير للجميع بكيفية تصرفه وشعبيته لا تزال تحت دون الأربعين بالمئة ومهما فعل يبدو أنها لن تصعد أكثر من ذلك وإنما القاعدة الجماهيرية الثابتة ستبقى قائمة ولكن السؤال هل أنه سيطرح موضوعة اقتناء السلاح والدفاع عنه أم لا وهذه النقطة هي نقطة ستكون نقطة جدال أساسية في الولايات المتحدة في الأيام والأسابيع القادمة شكرا جزيلا لك مدير سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن على كل ما قدمته لنا من معلومات مباشرة من العاصمة الأمريكية في سوريا استشهد 15 شخصا وأصيب نحو 20 بجروح جراء هجوم انتحاري مزدوج في منطقة الميدان إلى جانب قسم الشرطة وزارة الداخلية السورية أشارت إلا أن إرهابيين فجرى نفسيهما أمام قسم الشرطة في حي الميدان ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وعدد من عناصر الشرطة وزير الداخلية السوري محمد الشعار شدد على أن المسلحين في سوريا أو المسلحين يلجأون إلى العمليات الإرهابية كلما تعرضوا للهزيمة في الميدان الشعار وفي حديثا للميادين أكد أن القوى الأمنية ستواصل مهامها في ملاحقة الإرهاب من المحال على الإرهابين أن يسنون عن مهامنا لأنها ستستمر بشكل دائم وبالتالي حتى ننهي كل هذا الإرهاب على كل أراضي سوري هذا أمر كل شعبنا يقف خلف قيادته وخلف القوات المسلحة للمضيق ضمن باتجاه إنها الإرهاب على كل أراضي سوريا إذلك من الطبيعي أن يلجأ هولا بشكل عبسي إلى بعض الأعمال هنا وهناك لكن هذا الأمر لا يؤثر لا على معنويات قوات المسلحة ولا قوى الأمن داخلي ولا معنويات شعبنا نحن مستمرين بمقاومتهم ومكافحتهم والبحث عنهم في كل مكان من العاصمة السورية ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر محمد إلى إحد يوجد معضيات جديدة اختلافت الصورة أو اتضحت أكثر هل يوجد إجابة لسؤال لماذا يتم التركيز؟ هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف قسم شرطة الميدان في الواقع لا تغيير على عدد الضحايا هذا المهم الجزء المتعلق في الواقع بهذا الاستهداف هو رابع مرة تقريبا يستهدف قسم هذه الشرطة في الواقع ربما لأن المنطقة هي منطقة مكتظة ومنطقة شعبية ومنطقة ذات طابع تجاري أي أنها ليست منطقة عسكرية أو منطقة ذات حماية خاصة هذا بالجزء الأول الجزء الثاني في الواقع يتصل أن فوق هذه البناء كما هو معروف يمر المتحلق الجنوبي وهناك مفارق طرق كثيرة ما يسهل في الواقع التحرك للمهاجمين باتجاه هذه المنطقة لا ننسى أن المهاجمين أيضا وفي معلومات أنهم كانوا ارتدوا ملابس عسكرية للتمويه والدخول إلى ذلك الهدف ربما هذه المعطيات تجعل أو تبرر أو تفسر إلى درجة كبيرة لماذا استهداف قسم الشرطة هذا في تلك المنطقة معروف أن قسم الشرطة في سوريا هو قسم للأمور المدنية المحلية التي تتصل بحياة المدنيين أي لا تجعله دروع أو حمايات خاصة أو مثلا نوع كما المراكز الأمنية الكبرى أو المراكز الحساسة متاح لكل المدنيين الدخول إليه من أجل تنظيم أمورهم وهذا على ما يبدو ما سهل عمليات استهداف هذا القسم للمرة الرابعة خلال السنوات الماضية العاصمة دمشق عاشت وقتا أمنيا مريحا في الآوينة الأخيرة حتى أن عديد من الإجراءات الأمنية خففت في داخل العاصمة مثل هكذا استهداف كيف ألقى بضلاله على الجمهور في العاصمة دمشق وهل يمكن أن يعيد من جديد إن كان هناك أي مؤشرات تعزيز الإجراءات الأمنية من المستبعد ذلك في الواقع لأكثر من سبب راميا أولا هذا المنطقة استهدفت من قبل هذا جانب الجانب الآخر في الواقع يتصل إلى أن بالفعل هناك مناخ مريح على كل امتدادات العاصمة حتى وصلت إلى أن السوريين الدمشقيون يتجهون حتى بلودان حوالي 60 كم أو 50 كم غرب العاصمة من أجل السهر وتنزه في تلك المنطقة هذا مناخ لم نشهده من قبل هذا خلال الأشهر القليلة الماضية فما بالك هذا في قلب العاصمة تقريبا هو لا يبعد عن مركز العاصمة عن البرامج كمثلا المركز دمشق أكثر من 4 إلى 5 كم ربما الإجراءات سوف تتصل فقط بتعزيز الحماية الأمنية على هذا المركز والتدقيق أكثر من ذلك لا ننسى هناك كان دور للمجتمع المحلي يعني كنا نسمع عن استشهاد أحد الأشخاص مثلا وهو يهم المسك بأحد الانتحاريين إلى أن أدى ذلك إلى تحوله أشلاء هو وهذا الانتحاري هناك حالة في الواقع محلية شعبية تتفاعل مع محاولة ضبط الأمن ومحاولة ترسيخ هذه الحالة التي وصلتها دمشق بعد 7 سنوات من هذه الحرب كل شكر لك محمد الخضر مراسل ميدين كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية في سوريا نبقى حيث أيضا استشهد 12 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة تقصف طائرات التحالف الدولي مدينة البوكمال وقرية في ريف دير الزور في سوريا وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلت أن طائرات التحالف الأمريكي استهدفت بغارات جوية عدة شوارع في مدينة البوكمال كما بلغ القصف بلدة في ريف دير الزور الشرقي متسببا بمقتل مدني إضافة إلى وقوع أضرار مادية وتدمير عدة منازل بعد تحرير الجيش السوري مساحة واسعة من قرى ريف السلامية الشرقي شرق حما من تنظيم داعش اكتشف الجيش عشرات الأنفاق التي استخدمها داعش مقار له ومخابئة لأسلحته وبعيدا عن ضربات الطائرات الحربية مريم عثمان عشرات الأنفاق منتشرة ضمن مساحة كبيرة من القرى التي استعادها الجيش السوري في ريف السلمية الشرقي شرق حما أنفاق كان يتحصن فيها تنظيم داعش على مدار أربع سنوات من سيطرته عليها كل قرية يدخلها الجيش السوري بعد طرد داعش منها يعثر بداخلها على شبكة أنفاق كان يتخذها التنظيم مقار له ومخابئة لسلاحه بعيدا عن ضربات الطائرات تتنوع الأنفاق التي حفرها تنظيم داعش بين تلك التي يستخدمها كمقر لإقامته وغرف عمليات عسكرية وتلك التي جهزها كمستودعات لأسلحته وذخائره وصواريخه وهاي بكل الضياء اللي عم ما نفوتها عم يكون هيك تحصينات ومترسين حواليه هون وبيعود أمير بداول مرضى هون الجرحة تبعاتهم معظم الأنفاق لم تتأثر بالضربات الجوية نتيجة تحصيناتها القوية وعبقها الذي يزيد على 20 مترا تحت الأرض على الأقل وقد جعل داعش لهذه الأنفاق عدة مخارجات جنبا لأي غارة قد تدمر إحدى بوابات الدخول وتحاصر من بداخلها بعملي نوعي تم تنفيذ ضربات مدفعي وطيران ومن ثم هجوم بالدبابات والمشاد وتم إخراج داعش من المنطقة وقتل من قتل والباقي فر باتجاه بلدة أقيرباط وبعد استعادة الجيش مساحات كبيرة من ريف حماس شرقي أغلق معظم الأنفاق فيها بينما استفاد من البعض الآخر لثم يطرد تنظيم داعش من المنطقة بالكامل إلى العراق حيث حرر جهاز مكافحة الإرهاب والحجز الشعبي ناحية الرشاد في قضاء الحويجة يتزامن ذلك مع تقدم القوات العراقية في اتجاه منطقة كنعان بمحاذاة مرتفعة مكهول حيث انتشرت كتائب دبابات الجيش العراقي هذا وقد نشر إعلام الحجز الشعبي شريط فيديو لجولة نائب رئيس هيئة الحجز الشعبي أبو مهدي المهندس في الحويجة الفيديو يظهر المهندس خلال اطلاعه على أوضاع الجنود وسير معارك تحرير الحويجة وخرائطها أعربت قيادة إقليم كردستان العراق عن استعدادها لإطلاق حوار مباشر مع بغداد أما رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي فدعا قيادة الإقليم إلى إلغاء نتائج الاستفتاء قبل دخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق سار الحف من المجلس الأعلى للاستقلال إلى المجلس القيادي لكرد العراق تغير اسم المجلس الذي أشرف على استفتاء انفصال كردستان برئاسة رئيس الإقليم مسعود برزاني الخطوة التي عدها البعض محاولة مسؤولين في كردستان لمد جسور تمهيدا لبدء الحوار قبلها وصول رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان برزاني إلى كاركوك في زيارة مفاجئة للقاء محافظ كاركوك ومجلس المحافظة والاتحاد الوطني الكردستاني فراي كاركوك لبحث ضم المدينة إداريا إلى كردستان الزيارة هذه قد تضع عقبات جديدة أمام الحوار مع حكومة بغداد الرافض للتحاور قبل إعلان إلغاء نتائج الاستفتاء فيما يصر الإقليم على التمسك بتلك النتائج فمبادرة الحوار التي كان قد أطلقها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لقيت ترحيبا من حكومة كردستان فيما رفضها رئيس الحكومة حيدر العبادي وحتى الاتفاق بين الطرفين إذا حصل تواصل الحكومة المركزية تنفيذ إجراءات استرداد المنافذ البرية والجوية إضافة إلى نفط كاركوك بالاتفاق مع أنقرة وتهران لكن رئيس حيدر العبادي طمأن الكرد إلى أن هدف ذلك الدفاع عنهم وتأمين رواتبهم ولا يسعى أبدا إلى حصار الشعب الكردي أو تجويعه الذي شهدت مدنه ارتفاعا بسيطا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية مع قرب تسلم الحكومة منفذ حاج عمران ومنفذ إبراهيم الخليل مع تركيا ومع أعلان تهران نيتها وقف تجارة النفط مع الإقليم التطورات في الإقليم بعد الاستفتاء أفرزت في السليمانية تيارا معارضا لبرزاني برئاسة شاسوار عبدالواحد يحمل اسم الجيل الجديد كما يتوقع بحسب مصادر عالمية أن يعلن برهم صالح رئيس حكومة الإقليم السابق حزبا جديدا يحمل اسم تحالف العدالة والديمقراطية وذلك لمنافسة الأحزاب التي أضرت بمصالح شعب كردستان بحسب صالح في تهران توقع رئيس الأركان الإيراني العميد محمد باقري أن تسهم زيارة الرئيس التركي رجل طيب أردغان المرتقبة لإيران في رفع مستوى التعاون العسكري بين البلدين عقب استقباله نظيره التركي خلوسي أكار أكد باقري أن لإيران وتركيا موقفا واحدا من قضية إقليم كردستان وهي التجديد على وحدة العراق ورفض انفصال الإقليم أما أكار فقال أن تعاون البلدين يمكن أن يحدى من الإرهاب ويقضي عليه إيران وتركيا ستوسعان تعاونهما العسكري مواقفنا من استفتاء شمال العراق متطابقة لقد بحثنا أيضا محاربة الإرهاب واتخذنا قرارات مهمة ومناسبة في ظل حساسية الأوضاع في المنطقة نتعاون وننصق في إطار المشتركات بيننا لتعزيز التعاون العسكري إلى ذلك بدأ الجيش الإيراني اليوم المرحلة الثالثة من التدريبات العسكرية حيدر كرار التي انطلقت الأسبوع الماضي تحت اسم مناورة القوة التدريبات تجرى في المنطقة الغربية لإيران على الحدود مع أقليم كردستان العراق بمشاركة عسكريين عراقيين وبحسب تلفزيون الإيراني الرسمي تسعى التدريبات إلى زيادة وحدة الدول الإسلامية وتعاون الشعوب والمذاهب المختلفة في وجه الساعين إلى التفرق وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف أكد أن موقف سلطنة عمان مشابه لموقف إيران فيما يخص استفتاء أقليم كردستان وهناك إجماع دولي حول رفض استفتاء انفصال الأقليم خلال زيارة له إلى سلطنة عمان أوضح ضريف أن علاقات إيران وعمان مميزة جدا وأكد وجود تنسيق بين البلدين حول القضايا السياسية والإقليمية والأمنية والاقتصادية أشددها لأن طهران تفضل تنفيذ الجميع على اتفاق نوعي كاملا وأنها لن تكون أولى من ينقضه قدرات حزب الله القتالية تعظمت خلال السنوات الماضية بحسب قادة إسرائيليين فماذا ينتظر إسرائيل في الحرب المقبلة؟ حزب الله من أفضل جيوش الشرق الأوسط وأكثرها خطورة هذا ما تراه إسرائيل بعد مشاركة الحزب في الحرب السورية من البداية حارصت تلابيب على مواكبة تطور قدرات الحزب القتالية رغم أن توقعاتها كانت تراهن على استنزافه بشريا وعسكريا هناك شبه إجماع اليوم في إسرائيل على أن قدرات وخبرات حزب الله القتالية تعظمت إلى درجة أنها ستكون في الحرب المقبلة بمواجهة جيش منظم ومدرب شارك في القتال إلى جانب الجيش السوري وفيلق القدس الإيراني والجيش الروسي ما وفر له عتادا وتجربة قتالية لم يكتسبهما من قبل تعظم قوات الحزب ليس وحده ما يقلق إسرائيل محور المقاومة يتمدد والجبهات باتت متعددة والأطرف الذين سيشاركون في الحرب المقبلة كثر ولعل خير الكلام ما قاله الأمين العام في يوم القدس العالمي ويجب أن يعرف العدو الإسرائيلي أنه إذا شن حربا إسرائيلية على سوريا أو على لبنان فمش معلوم القتال يبقى لبناني إسرائيلي أو سوري إسرائيلي هذا لا يعني أنني أقول أن هناك دول قد تتدخل بشكل مباشر ولكن قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة بالأمس كان خطاب نصر الله مختلفا عن الخطابات السابقة للمرة الأولى يخاطب اليهود مباشرة ويميزهم عن الصهاينة وينصحهم بالمغادرة وعدم تضييع الوقت في حال أشعل نتانياه الحرب وتواصلنا بتقديم السابعة ولكن بعد فاصلا قصير أهلا بكم الجديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من أرضنا المحتلة فلسطين وتحديدا من قطاع غزة المحاصر حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمض الله أن قرار حركة حماس الاستجابة لحل لجنتها الإدارية في غزة خطوة مهمة سيبنى عليها الكثير من الآمل الحمض الله شدد على أن زيارته للقطاع هي للقول ألا دولة فلسطينية من دون القطاع وأضاف أن عودة الحكومة إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ عشر سنوات جاءت لتحقيق المصالح الوطني فإننا نعتبر قرار حركة حماس بالاستجابة لمبادرة الأخ الرئيس محمود عباس وحل اللجنة الإدارية وحل اللجنة الإدارية خطوة هامة سنبني عليها الكثير من العمل إننا واثقون بأن أجوايا التفاهم والإيجابية ستسود ونتطلع إلى العمل الوثيق مع كافة الفصائل وقوى العمل الوطني ومن مع أساسات القطاع الخاص والأهل والمجتمع المدني لتمكيد حكومة الوفاق من أداء مهمها ومشاركتها في نجدة أبناء شعبنا في قطاع غزة الحمدل شدد على أن أولوية الحكومة اليوم تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير مقاومات الحياة الطبيعية في القطاع إن أولويتنا اليوم والتي لا تسبقها أية أولويات هي التخفيف من معاناتكم وتوفير مقاومات الحياة الطبيعية في غزة فنحن الآن أمام سلسلة إجراءات وخطوات وبرامج عمل من شأنها إحداث تغيير ملموس على الأرض وسنعمل على توفير البيئات السليمة لنمو ونماء أطفالنا وتشغيل شبابنا الذين نشعوا في ظل الانقسام المرير وتحملوا ويلات ثلاث حروب متتالية الحمدل أكد أن حكومته بدأت عملها منذ اليوم حيث ستتسلم المقرة والمعابر ستبدأ حكومة الوفاق الوطني تسلم مسؤولياتها ومهماتها في إدارة شؤون القطاع حيث شكلنا عددا من اللجان الوزارية لتباشر تسلم المؤسسات والدوائر المحكومية ومهم الأمن إضافة إلى شؤون المعابر والحدود وتحقيقا لوحدة النظام السياسي سيتم معالجة القضايا الإدارية العالقة وعلى رأسها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة ومن خلال اللجنة الإدارية القانونية وضمن الإمكانات المتاحة طلب رئيس حكومة كاتالونيا كارلس بوتشديمون بواسطة دولية في الأزمة مع مدريد وبسحب كل قوات الشرطة من الإقليم بوتشديمون أعلن أن حكومة الإقليم ستشكل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق المواطنين أثناء الاستفتاء وأشار إلى جمع كافة المعلومات بشأن الدعاوة التي يرفعها المواطنون وكذلك بالنسبة إلى المواد التي تؤكد انتهاك حقوق الإنسان وإثقاء تعبيره بعد كاتالونيا هل ستتسع الدعوات الانفصالية المثيرة للجدل في المجتمعات الأوروبية مع وجود رغبات انفصالية الإجابة مع أحمد عبدالله أهلا بكم الحالة الكاتالونية ليست الوحيدة في المشهد الأوروبي العام فالمجتمعات في أوروبا تعاني فرزا واضحا على صعيد تنامي المشاعر القومية ودعوات الانغلاق المناهضة لدعوات الانفتاح وهناك عدد من الأقاليم الموزعة في القارة العجوز التي تنشط فيها الحركات والأحزاب الانفصالية وإن بدرجات متفاوتة من أهم هذه الأقاليم الباسك ويقع شمالية إسبانيا وقد سقط مئات القتل هناك على مدار أربعين عاما من العنف الذي تسببت فيه حركة هاري باتاسونا الانفصالية لكنها أعلنت حل نفسها عام 2013 بيد أن النزعة الانفصالية ما زالت مستمرة في الأقليم من إسبانيا إلى فرنسا وتحديدا إلى جزيرة كورسيكا هذه الجزيرة التي تقع في البحر المتوسط شهدت عمليات مسلحة شنتها جبات التحرير الوطني قبل أن تتخلى لاحقا عن العمل المسلح عام 2014 وتوجهت نحو تعزيز العمل السياسي وسط معارضة بارسية شديدة لاستقلالها إلى المملكة المتحدة وبرغم رفض سكان سكوتلندا الاستقلال بالأغلبية في استفتاء عام 2014 فإن الحركة الانفصالية ما زالت قوية هناك وخاصة بعد تصويت لبريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وسط توجه في الأقليم لإجراء استفتاء ثاني اللافت أيضا أن إيرلندا الشمالية أوضحت أثناء استفتاء الخروج لبريطاني عام 2016 رغبتها بالبقاء في الاتحاد الأوروبي والمعلوم أن الكاثوليك وهم الأقلية يريدون الانفصال عن بريطانيا والالتحاق بإيرلندا أما البروتستانت وهم الأكثرية فيريدون البقاء جزءا من بريطانيا الوضع في إيطاليا أكثر تشعبا إذ ازداد نشاط النزع الانفصالية لدى البندقية سردينيا وثقلية أقليم تيرول ينادي أيضا بالاستقلال إلى جانب مطالبات الشمال الغني دائمة بالانفصال عن الجنوب الفقير وفي بلجيكا أيضا هناك أقليم الفلمانك الذي يقع شمالي البلاد ويتحدث سكانه اللغة الهولندية ويسعى إلى الاستقلال عن باقي مناطق بلجيكا دعوات الانفصال لا تنحصر فقط في أوروبا إذ ارتفعت أصوات هذه الدعوات في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ألسكا كاليفورنيا وتكساس لتصيب دعوات الانفصال أيضا القارة السمراء وتحديدا الكاميرون ونيجييا في أوروبا نبقى وننتقل إلى بريطانيا حيث تبرز خلافات حد بين أعضاء الحكومة البريطانية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال انعقاد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين وزير الخزانة البريطاني فليب با هاموند أكد أن إصرار زميله في الحكومة ووزير الخارجية بوريس جونسون على فتح الخلافات داخل الحكومة يضعف الموقف البريطاني في مفاوضات البريكسيت موسى سرور لم يجد وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون فرصة أفضل من انعقاد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في منشستر ليطرق باب السباقي إلى عشر داونينج ستريت جونسون الذي يتبنى موقفا أكثر تشدنا بشأن البريكسيت حذره زميله في الحكومة فليب هاموند من أن إصراره على كشف الخلافات داخل الحكومة يضعف الموقف البريطاني في مفاوضة البريكسيت هناك اختلاف في وجهات النظر داخل الحكومة ولا أحد ينكر ذلك وما يقوله بوريس جونسون يردده منذ ثمانية عشر شهرا وهو لم يقل شيئا جديدا لا يعرفه الناس لكن التحدي الذي نواجهه الآن هو التقدم بشكل حاسم إلى الأمام في مفاوضات بريكسيت وفيما تحاول تيريزا ماي أن تركز في أجندة المؤتمر على برامج الاستقطاب الشباب إلا أن جونسون يسر على الحديث عن البريكسيت إذ استخدم منصة صحيفة ريسان الأكثر شعبية ليضع خطوطه الحمراء بشأن البريكسيت خطوة دفعت بعض الوزراء إلى المطالبة بإقالته أعتقد أن لا أحد يريد أن يتساهل مع جونسون لأن من الواضح جدا من تصرفاته خلال السنتين الماضيتين أنه يستخدم البريكسيت منصة لتحقيقة محاطش من أجل الوصول إلى زعامة حزب المحافظين وزير الخارجية البريطاني رفض ما يثار عن سعيه إلى انقلاب ناعم علمي لزعامة حزب المحافظين مبررا موقفه بأنه لا يريد تأخير الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن السنتين ثانية واحدة لا شك في أن مستقبل تليزمي السياسي معلق على مدى قدرتي على توحيد صفوف حزبها بشأن البريكزيت فضلا عن إثباتي أنها المرأة الحديدية القادرة على قيادة حزب المحافظين الذي أضعفته خسارة الأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة مستسرور لندن الميادين الحرب والحصار على اليمن يقفان مستشفيات صعدة عن العمل المستشفى الجمهوري في المدينة هو الوحيد لأكثر من مليون من سكان المدينة ويقدم خدماته الصحية لسكان المحافظات المجاورة في ظل نقص أحد في المستلزمات والكادر والكوادر الطبية أحمد عبد الرحمن من مختلف مناطق صعدة ومديريات ثلاث محافظات مجاورة يقطع هؤلاء المرضى مسافات طويلة للحصول إلى هذا المستشفى الوحيد في صعدة بعدما أوقفت الحرب جميع مستشفيات المحافظة الحدودية الممتدة على مساحة أكثر من 12 ألف كيلو متر مربع العدوان تسبب في تدهور الوضع الصحي بشكل عام كثيرا أول الأسباب أنه ضربت كل المراكز الريفية والمستشفيات الريفية في المديريات فتوجه المرضى والجرحى والمحتاجين للخدمات الصحية كلهم إلى المستشفى الجمهوري بطاقة استيعابية لا تتجاوز المائة والخمسين سريرا يستقبل المستشفى يوميا عشرات المرضى وضحايا الغارات والقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة ولا سيما من المناطق الحدودية البعيدة ضغط كبير يهدد بتوقف المستشفى الذي يعاني عجزا في الوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية والأدوية والمواطنون يشكون من هذا الوضع كل الأقسام في العمليات فيها الطوارئ وإزتحام شديد هؤلاء القرحة لا يزالوا تحتل أشجار وهنا فيها الخيامة أكثرهم قاسين من إزتحام بسبب القضايا والأحداث التي توقع في محافظة سعادة أكثر من خمسين مستشفى ووحدة صحية دمرت الغارات السعودية بينها مستشفيات منظمة أطباء بلا حدود إضافة إلى قصف سيارات الإسعاف والمسعفين 40% من منشعاتنا الصحية دمرت منها ما دمر بشكل كامل ومنها ما كان جزئي طبعا للأدوان لم يرى أي حقوق الإنسان وبسبب هذا الاستهداف وقصف المشافي غادرت الكوادر الطبية صعدة ولم يبقى سوى النزر اليسير منهم ما لم تدمره الحرب والغارات السعودية من المستشفيات والوحدات الصحية في صعدة تكثل بها الحصار وأغلقها أمام المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية في هذه المحافظة التي تنهشها الحرب وأوبئتها وأمراضها الفتاكة أحمد عبد الرحمن من المستشفى الجمهوري بصعدة الميادين أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عن تأخر تدشين العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية حتى منتصف الشهر الجاري يأتي هذا التأجيل على خلفية عدم صرف رواتب المعلمين منذ أكثر من عشرات أشهر بعد نقل البنك المركزي إلى عدن ورفض حكومة هذه تسليمها أحمد زبيب لم يعد لدى المعلم اليمني اليوم أجرة الوصول إلى المدرسة ليقوم بواجب التعليم فمنذ أكثر من عشرة أشهر لم يقبض المعلمون رواتبهم نتيجة نقل البنك المركزي إلى عدن وضع أجبرهم على الإضراب عن العمل ولسان حال نقابة المهن التعليمية والتربوية متمسك برفض الاستمرار حتى صرف الرواتب لم يعد للمعلم أي مدخر ليمكنهم أن الوصول للمدرسة أو ما يقوم به نفقته على أسرته والمعلم لا يمتلك إيراد سواء الراتب ونحن مع الأخوة وزارة التربية والتعليم نحن عملنا جاهدين للوقوف مع العملية التعليمية والتربوية وهي مجبرة ليس مخيرة في الأول والأخير الوطن هو فوق كل اعتبار في محاولات إيجاد حل للأزمة اقترحت حكومة الإنقاذ الوطني إنشاء صندوق التربية والتعليم ودراسة طرق تمويله لإسناد المعلمات والمعلمين وتمكينهم من مواصلة رسالتهم في ظل الظروف الاستثنائية الصندوق سيحل موضوع مرتبات المعلمين ويضا سيساهم في المستقبل عندما تستقر الأمور في البناء المدارس ويضا التجهيزات المدرسية وليس فقط مرتبات المعلمين وسيكون الصندوق على أغرار بقية الصناديق الأخرى بحيث يكون هناك زيادة في بعض المشتقات النفطية ومن الغاز ومن الاتصالات الصندوق التعليم سيكون فيه مقدم مشروع من قبل لإنشاء عمل جودة التعليم لكن الآن نحن في حالة طوارئ وفي حالة عدوان غاشم على بلادنا عدوان بربري همجي ضرب بنيتنا التحتي الكامل إلا أنه سوف يساهم اسهم كبير في حل مشكلة المعلم الصندوق المزمع إنشاؤه بعد لقاءات موسعة لوزارة التربية والتعليم ليس بديلا عن الرواتب لكنه حل مؤقت لتجاوز أزمة رواتب أكثر من 300 ألف من موظفي قطاع التربية والتعليم تفعيل صندوق التربية لدعم المعلمين والمعلمات بعد توقف المرتبات لأكثر من عشرة أشهر كحل للمعضلة التي تهدد العملية التعليمية بشكل كامل أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين احتضان العاصمة الصومالية مقدش أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج خطوة تهدف حسب ما أعلن المسؤولون عنها إلى مساندة الحكومة الصومالية في إعادة تأهيل جيشها لكنها لا تخرج عن سياق اجتداد التنافس الدولي والإقليمي في منطقة تشهد مزيدا من الاستقطابات شافعي محمد لم يعد دور تركيا في منطقة القرن الإفريقي مقتصرا على مشاريع تنموية وإنسانية فقط بل تعدى ذلك إلى المجال العسكري عبر أكبر قاعدة تركية في الخارج احتضنتها العاصمة الصومالية مقدشو التي مزقتها الحروب الأهلية والفوضى الأمنية فالصومال التي كان جنودها يتلقون تدريباتهم العسكرية في دول الجوار ستوفر هذه القاعدة لجيشها أرضية عسكرية من خلال تخريج مسؤولين عسكريين وجنود ذوي كفاءة عالية لم يكن الجيش الصومالي موحدا في السابق من حيث التنسيق العسكري والإديولوجيا القتالية بسبب تنوع الدول التي تولت تدريبه لكن من الممكن أن توفر هذه القاعدة تدريبات مكثفة وعقيدة قتالية موحدة ما يعني بناء جيش جديد تواجه الصومال تحديات أمنية كثيرة أبرزها سيطرة حركة الشباب على أجزاء شاسعة في جنوب البلد إضافة إلى تفشي ظاهرة الإنفلات الأمني في العاصمة تركيا لديها خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة والجبهات المسلحة فيمكن للجيش التركي أن ينقل خبراته إلى الصومال ويدرب غياذات الجيش الصومالي تعتمد الصومال في حربها على الإرهاب وتأمين مقارها الحكومية على القوات الإفريقية لكن وبحسب محللين عسكريين فإن هذه القاعدة ستغير مستقبل الأمن الجيوسياسي في القرن الإفريقي الذي يحتضن حاليا قواعد عسكرية صينية وإمريكية وإماراتية هذه القاعدة توفر مزيد من القوات لعادة التأهيل أو بناء أفراد جديدة من الجيش الصومالي لملء الفراق الذي قد تسببه انسحاب القوات الإفريقية في المستقبل القريب تنافس دولي وإقليمي على القرن الإفريقي فالإمارات يمتد نفوذها العسكري من ميناء عصب الإيراتري وصولا إلى مدينة بربرة في أرض الصومال فضلا عن القواعد الأمريكية والشينية في جيبوتي لتأتي هذه القاعدة التركية في مقدشو وتمنح أنقرة امتيازات خاصة بفضل موقع الصومال الاستراتيجي هي أول قاعدة عسكرية أجنبية في الصومال القاعدة يراد لها أن تخرج سنويا آلافا من الجنود الصوماليين بهدف رد الاعتبار إلى المؤسسة العسكرية التي انهارت قبل عقدين من الزمن شافع محمد مقدشو الميادين منحت جائزة نوبل في الطب لثلاثة باحثين أمريكيين لاكتشافاتهم في إقاعات الجسم اليومية ونجاحهم في تحديد الآليات المعقدة للساعة البايوروجية الباحثون الرابحون هم جيفري هول ومايكل روسباش ومايكل يونغ لجنة الجائزة قالت أن الباحثين عزلوا جينا يتحكم في الإقاع البايوروجي اليومي الطبيعي وتمكنوا من النظر داخل ساعتنا وشرح عملها الداخلي وتتولى الإقاعات اليومية الدورية تكيف وظائف أعضاء الإنسان مع المراحل المختلفة من اليوم وتؤثر في النوم والسلوك ومستوى الهرمونات وحرارة الجسم والتمثيل الغذائي بهذا نصل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها 58 قتيلا وأكثر من 500 جريح بهجوم في لاس فيغاس الأمريكية داعش يتبنى ومسؤولون أمريكيون يستبعدون 15 شهيدا بتفجير انتحاري مزدوج في حي الميدان بدمشق القوات العراقية المشتركة تحرر ناحية الرشاد وتواصل تقدمها في قضاء الحويجة حكومة التوافق الفلسطينية في غزة والحمد الضل يؤكد أن قرار حماس خطوة مهمة سيبنى عليها الكثير دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي على رأس الساعة تصحبكم زميلة ما يرزق بنشرة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر